في احتفالية كبرى حصلت عند صفح الهرم وتم اضاقته باللون الارجواني احتفلت مصر باليوم العالمي للطفل المبتسر ده يوم مهم جدا ان يكون يوم توعوي الناس تفهم ايه الاسباب وتفهم ازاي تحمي ولادها انها توصل لكده وتحمي نفسها انها توصل لكده النسبة مش قليلة لسه زي ما كنت بقول لكم في المقدمة 20% من الاطفال المصريين بولدوا مبتسرين ده رقم كبير جدا تم اعلان حملة مبارح اسمها ابني البدري ابني البدري هنعرف ايه الحملة دي بتتكلم عن ايه وايه الخطة للتوعية من الموضوع ده ازاي نقي نفسنا من اننا يكون عندنا اطفال مبتسرين ده فتنة النهار ده يا دكتور عبلة الالفي وستاذ الطب الاطفال وحديثي الولادة اهلا وسهلا يا حضرت اهلا يا دكتور انا بصراحة عندي فضول جدا اعرف النسبة ل 20% دي سببها ايه كمام اه زي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا 20% يعني دعف معدلات العالم في العالم الاطفال المبتسرين 10% العالم اللي احنا بنصبه نكون منه اللي هو اللي فيه خدمات صحية فائقة الجودة للاطفال اه طيب احنا بصينا كده ايه الاسباب في مصر فلقينا حاجات كثيرة جدا بتحصل عندنا بتكون من اهم اسباب ان الاولاد ينزلوا بدري مثلا نبتدي على سبيل المثال الجواز المبكر الست اللي بتتجاوز من 15 ل 19 سنة ده سن مصحوب على الاقل 45% من اولادهم بينزلوا بدري 45% اه اه انا اقوى الناس تسمع الكلام ده كويس جدا لان المشاكل connected المشاكل مرتبطة ببعضها يعني اللي هيبتدي غلط حينتهي غلط وهيكمل غلط ده حقيق مثلا عشان حضرتك كنت بتقولي الخطة سوق التغذية في السنوي في السنوي في السنوي اه مربوط بالولادة المبكرة وصغر حجم البيبي لما الام تبقى زوجة وتخلف في السنوي في السنوي احنا فاهمين ان هو دايما التغذية بتبقى في الطفولة اه لأهم لاقوا ان لو فيه مسلا سوق التغذية في الطفولة طبعا واستمر للسنوي بيبقى دم قياس ليه لان احنا لو زبطنا التغذية مسلا والست بعد ما تتجاوز وتبتيت يقول طب لازم تاكل كويس وكده ده ما بيمنعش ان هي تولد بلاده مبكرة لو كانت هي اصلا وهي في السنوي كان عندها سوق التغذية ايش معنى السنوي دكتور معلش هو ده السن اللي هو دخل فيه على البلوغ بس ان فترة البلوغ دي مهمة جدا اللي هي من 12 ل 18 سنة ان احنا نعمل نشوف ولادنا في المدارس اخبارهم ايه ده كلام مهمة ونشوف تحيياتهم الانيميا فترة البلوغ اللي هي ببتدي من 12 سنة تقريبا عند البنات بتديل فترة التغذية المهمة ايوا بس نبني البنت والحديد بالذات نسبة الحديد في الدم الانيميا نقص الحديد سبب شديد الخطورة في الأطفاء في الأمهات اللي بيقدم مشاكل خطيرة في الأطفاء وده هل يمكن تلافي بعد كده جدا جدا يعني لو ده ما حصلتش بقى يعني حصل ان ما كانش فيه تغذية جيدة في السنوي ده بنحاول نزبط التغذية بنحاول نصلح الحديد عند الأمهات قبل الحمل يعني يجي الحاجة مهمة جدا ان احنا عايزين كل أمهاتنا قبل ما تفكر انها تتجوز تبتدي تشوف هي صحتها اخبارها ايه الكشف قبل الزواج والفصول قبل الزواج ان احنا بنجيبهم ونسمع ونقول لهم ايه الحاجات المهمة والحاجات اللي لازم يدوروا عليها فهي تهتم بدأ ما تفتكرش انه الحاجة اللي عاملها وزارة الصحة اللي هي فصول قبل الزواج دي انها بس تروح تاخد الشهادة الصحية عشان تكتب بالكتاب لدرجة ان المأزون اللي بيجيبها الوقت يعني هي ما بتروحش خالص موجود ومهم التحاليل كمان قبل الجواز بالصبت فهي مشهورة وتحاليل الناس عادت حقيقا انا بقول كلامي الناس عادت كتير بتضرب الورق ده بس وده غلط جدا فريدي بقدر رابطوا الورق وانطلع فيه مشاكل صحية مثلا عند الزوج او الزوجة او مش compatible مثلا وزي ما حداتك تفضلت انه جواز القرائب يعني احنا بنقول او جميل انها الاتنين بيحبوا بعض بس لما نيجي نعمل فحوصات قبل الجواز ونلاقي في مرض ساير في العيلة ولو اتجوزوا قرائب فرصته انه يسبب مشكلة في الطفل اعلى لازم العيلة دي تعرف ان انتي لو اتجوزتي قريبك عندك فرصة 25% في ولادتكو انهم يكونوا اطفال عندهم المشكلة اللي عندكو دي لكن انتي لو اتجوزتي واحد غريب الفرصة زي الناس العاديين اللي ما عندهمش المرض ده وبالتالي هي تقرر لكن انا عايز افهم كويس الحريك قلتي الكلام ده جواز القرايب بيقصل المرض اللي موجود في الجينز بتاعت العيلة دي ايبا ولا ممكن بيجيب مثلا اطفال مثلا عندهم زوي احتياجات خاصة او منجوليانز او الحاجات دي بشي حبيبتي هو اولا انه خلينا نقول انه الصفة الوراثية دي بنقول عليها صفة متنحية متنحية يعني ايه يعني ضعيفة المية الوحدة بس هي متشالة في العيلة فانا عندي وابن عمي عنده في الجين بس احنا طبيعيين ما عندناش مشكلة لو انا جيت وتجوزته هيبقى عندي فرصة 25% ان الجين اللي شايل المرض ده عندي وعنده يتقابله في جنين لو يتقابله بيقوه بعض فيبتدي يظهر المرض اللي كان متنحي عنده وعنده عشان كده في اوروبا مثلا ممنوع زواج الاقارب ده تماما بالقابلو يعني بالقانون واحنا الحقيقة عندنا امراض كتيرة جدا زي مثلا امراض الدم اناميا البحر المتوسط زي مثلا الانيميا المنجلية دي بتعمل لنا مشاكل صحية شديدة جدا وكلها صفات متنحية لو الامة ما جوزتش قريبها فرصتها بليلة جدا انها تجيب طفل عنده المرض اللي اتنين بيقوه بعض لما بيقوه لما تجوز في الاسرة بتقوي بعض عشان كده بنقول ان احنا نروح نسأل احنا اخبارنا ايه طب احنا المشاكل عندنا في الصحة كذا طب نتجوز ولا ما نتجوز ولو حصل ان احنا جوزنا نروح نسأل قبل ما نيجي نحمل طب خلينا نكمل في الاطفال المبتسلين بالزبط قلت ان احد اسبابها هي نقص الحديد واللي بيبتدي في فترة التغذية البداية بالزبط فاحنا قلنا اول حاجة الجوز المبكر تاني حاجة قلنا التغذية بتاعت الام ونقص الحديد تالت نقطة مهمة جدا الفترة ما بين الحمل وجدوا انه لو الام حملت الحمل التاني اقل من سنتين من الحمل الاولاني فرصتها 25% نجيب طفل مبتسر فترات المتقربة عشان كده الترديشنل اللي بيقوله تلت سنين يعني دايما احنا كل اهالينا كبروا على كده وده اللي احنا حفظينه يعني بالزبط تلت سنين من بني طب كويس احنا عندنا تواعينا معقولة بس احنا الوقت عندنا مثلا اتنين وستة من عشر مليون طفل بيتولدوا كل سنة منهم نسبة 20% منهم 500 الف طفل بيتولدوا مبتسر كتير اه جدا وده احنا سهل قوي ان الام تقول انت عندك مشكلة يا ماما انت ولدتي بيبي البيبي ده عايز رعاية عايز انك تكوني متفرغاله انت جسمك كمان عايز يرجع لطبيعته تاني انت بيتك عايز يحس انه خلاص خرجنا من ازمة الحمل والولادة فريح الدنيا مدة سنتين وبعدين ابتدي يفكري في طفل تاني خديلك سنة كمان يبقى تلت سنين لحضراتك بتقولي عليها ولو وصلوا الخمس سنين ايه المشكلة يعني لانا هجيب اتنين ومتجوزة مثلا اتنين وعشرين سنة هجيب الاولاني وانا اتنين وعشرين وانجيب التاني وانا سبعة وعشرين هلو قوي يكون ده راح المدرسة والدنيا رائت هل السن ممكن يتسبب في الاطفال المقتصرين كبر السن يعني مثلا الولادة في الخمسة واربعين في كده بيزوج شوية فهو الصغير قوي وكبير عشان الام برضو بتبقى الاربطة بتاعتها قدرة الرحم على نوشيل البيبي ده كله بيسبب وبعده بتبقى قبلية الامراض اللي هي بتسبب الولادة المبكرة زي السكر زي الضغط ده برضو مع السن بيزيد القدرة نتيجة وبالتالي ده برضو التهابات الام مثلا اللي عندها التهابات مهبلية وعندها التهابات بولية دول بيزود الولادات المبكرة وش كده احنا منقول للامهات حسيتي بهارش حسيتي بحكة حسيتي بحرقان في البول روحي للدكتور ازراعي البول بتاعك خليه يكشف عليك يخدي العلاج قبل ما تفكر انك انت تحملي لانه فعلا اهم اسباب الولادات المبكرة البدري هالتهابات المهبل عند الامر يعني دي ممكن الناس تفكر فيني اندي ادفع حاجة الزبط كده وخصوصا انه برة بيعملوا مسحة من عنق الرحم بصفة دورية قبل ما الام تفكر تحمل احنا ما بنعملش ده بصفة دورية فعشان كده برضو ده حاجة ما بناخدش بالنا منها طيب فدي كمان المبعدة ما بين الحاملة عندنا بقى كارسة الحقيقة في بلدنا اللي هي القيصرية المتكررة قيصرية المتكررة نسبتها في مصر الوقتي 63 في المياه احنا اعلى دول العالم ايوا عشان هما الدكاترة بقى الحضراتكو اللي بتستسيلوا هو اه يعني صراحة دكاترة هما اللي بتستسيلوا انا موافع معاكي استسهال الدكاترة دي حاجة غياب المولدات يعني احنا كان عندنا مشكلة اسفكسيا الولادة او نقص الاكسوجين ساعة الولادة وحبينا ان احنا نقلل الفرصة دي خالص فقللنا المولدات ولما شنا اللي هي الست القادرة المتعلمة ازاي تقعد مع الام اثناء الولادة الطبيعية ودرسة انها تشوف دقات الجنين ودرسة انها تمريد ايوا ممرضة بس المعمد وعيف ودي في العالم كله لما الدنيا توصل لخطورة معينة او شايفني فيه مشكلة تطلب الدكتور ايه والدكتور بيبقى متعبعها وملاحظها احنا عندنا دول قاله قابل الوقتي وزارة الصحة الحمد لله بدأت تفكر فيه ايه السبب انه قاله عشان جينا في فترة كان فيه مشاكل منهم اللي هي نقص الاكسجين وكده فبدأوا يقولوا لا طب خلوا بقى الولادة تحصل في المستشفيات وعن طريق دكتور عشان نقل النقص الاكسجين لكن بقى تسلاح دو حزوحة الدين هي عملت فعلا الاسفكسيا ونقص الاكسجين عندنا قل بس في الاتجاه الاخر القيصرية زادت جدا زادت جدا لدرجة ان حتى صغار الاطباء يعني احنا الدكتور بتوعنا اللي بيسفروا بره عشان يشتغلوا نسا ولادة يقول لهم انتو بيرفكت في القيصرية بس ما عندناش الامان ان تسيبك تولد ولادة طبعية عدوا يمرانهم بالسنة والسنة والنصف عشان ما فيش صبر هي المستشفيات عايزة تنجز والدكتور عايزة تخلص وده سيما حريرل بتقولي بيأثر على الامهات بعد كده والام الحقيقة كمان بقى عندها احساس انه انا مولدش قيصري لي ده حاجة سهلة ولطيفة هدخل نص الساعة اه 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 اتلع بيبي بتاعي وحلو زي الفل والتلفزيون كمان ساهم فيها جدا تلفزيون بيطلع ست اللي راحة قيصرية تاني يوم قاعدة في السرير ببناء فحط معها جميل تاني قاعدة تصوت وتشد في السرير ولحقوني وبتاع فده طبعا ولو ان والله الولادة الطبيعية ربنا حميها جدا ان الام فعلا بتحس الطلقة وبعدين بتحس بسعادة مطلقة ما بين كل طلقتين لو سبناها تولد طبيعية بيزيد مادة اسمها اندارفن عاملة زي المورفين كده تديها سعادة فعلا يعني ده فعلا عن تجربة شخصية بربنا يعني سبحان الله بالزبط كده فانا بقى ام يقولوا انه الولادات الطبيعية الام لما بتمر بيها وكده ده بيدخلها الجنة وحاجات كده فلما جيتها اولد قالوا لي قيصرية وكان عندي ابني يجاي برجليه وحاجات وقلت انا عايز اجرب يعني طو خلينا نحاول وفعلا انك انت تعادي تمر بالولادة وتحس ادي الدنيا بتتقدم معاك وبعد خرجة البيبي ده وانك تخطيه عالجلد عالجلد لحظة ليس لها بديل في العالم كله بيسمون في العالم كلهم سموها الدقيقة الزهبية الاولى اول لمسة اول لمسة على لدي يععد ساعة على سدر امه كده يعني قارت في الاخر وولدتي سيد زيدي ولا طبيعي طبيعي اه مع الناس صعبة ولاده صعبة لا لا الحمد لله اه يعني معدت والتانية كانت طبيعي برضو الحمد لله الحمد لله طب خلينا نتكلم عن الحاملة بقى يا دكتور اه بالزبط ابني البدري حلوة اه ايه المفروض بقى الحاملة عبارة عن ايه عايزين ازاي نوين تعملوا للتوعية جميل جميل احنا انتهزنا فرصة الاسبوع العالمي اليوم العالمي للطفل المبتسر للعالم كله بيحتفل به من 8 سنين وكان اهم قلياته اللي هو رفع الوعي وتدريب ده 17 يوم 17 نظام وهي اول سنة نعمل فيها احتفالية بهذا الحجم قبل كده كان فيه مستشفيات بتعمل فعاليات عندها لكن ما هيش حاجة ناشونال فالسنة دي قلنا لا احنا نعملها بالشكل ده واطلقنا حاملة ابني البدري هنعمل فيها ثلاث حاجات اول حاجة توعية كسيفة للامهات على اسباب الولادة المبكرة اللي هي حضرتك تفضلت وتكلمنا فيه من ارض واهمها الحاجات اللي الدولة كلها بتطلب بيها المبعدة ما بين الحمل البعد عن جواز القاصرات وجواز البنات الصغيرين ان احنا نعمل ناخد بالنا من تخزية الامهات القاصرات عشان الناس تعرف بلد وتفهم ده الحد سن كام احنا بنقول اللي هم 18 سنة يعني حدش تجاوز البنات الصغيرين قبل 18 سنة هو ده سن طفولة الوقت يعني احنا السن العالمي بتاع طفولة 18 سنة 18 سنة مزبوط هي طفلة هنجوز طفلة تاني حاجة كمان اللي هي الالتهابات وكده كمان الاسباب هنقولها طب احنا عملنا الاسباب كلها وللأسف البيبت ولد بدري برضا فاحنا الجزء التاني بتاع الحملة ان احنا نعرف الام زي طرع الطفل البدري علشان الاطفال البدري دي اللي بيمثله 47 في المية من وفيات حديث الولادة يعني احنا في مصر عندنا 14 لكل الف طفل معلش احنا نستيت اسأل حضريك المفروض كنت تسأله في الاول ايه هو مين هو الطفل المبتسر اه بالظبط كده الطفل المبتسر اللي خلص 24 اسبوع حمل في بطن امه وممكن يتولد بقى بعد 24 اسبوع حمل ده لغاية 36 اسبوع حمل اللي اتولد مبين في السادس والسابع والتامن دول اطفال المبتسرين بس السيف السابع والتاسع هم يعني السابع بيقولوا انه هو احسن من التامن لانه المادة اللي هي بتبطن الرئة اللي هي بتساعد الطفل انه يتنفس بتبقى موجودة بكمية معقولة ممكن تساعده في التامن بينزل خالص في اطفال كتير بتموت من فشل التنفس وفي التاسع طبعا بتتكون الماتيور المادة القوية اللي هي بتخلي الدنيا كويسة او مفيش فيها مشاكل بس هل هم عمرهم بيبقى اقصر الاطفال مبتسرين مشاكلهم اكتر يعني هل هم بيصيرفايفو اه ده انبارح في الاحتفالية يعني عندنا يا ولاد بمالجاد ولا بيبقى فترة وبيروحوا لا هم عنده الطبيعي انهم يعيشوا عادي زي كل الاطفال لكن احنا عشان هم عندهم مشاكل صحية كتيرة ومخاطرهم محتاجة كفاءة طبية عشان تقدي الوظيفة بشكل كويس ووعي مجتمعي فبالتالي منهم كتير بيموتوا واللي ما بيموتوش فيه منسبة كبيرة بتبع عندها امراض مزمنة او اعاقات ايه شكل الامراض يعني مثلا تعب التنفس فيه افراد كتيرة جدا بيبقى نتيجة لانها تتحط على جهاز تنفس صناعي كتير وبتبع حياتهم في الاول متعسرة شوية بيبقى عندهم دايما دايما اي دور برد يدخلوا المستشفى يدخلوا العناية بيبقى عندهم مشاكل التنفسية فيه عندهم مشاكل في الهضم فيه عندهم مشاكل في المناعة فيه عندهم بيتعرضوا لنزيف في المخ او نقص اكسجين في المخ ودول بيخلي عندهم اعاقى بعد كده عين برح كان عندنا طفل حركته مش كويسة قوي واحدة كانت حتى سماعة واحد عنده ضعف في العينين كل دي مشاكل الطفولة المبكرة اللي هما الاطفال المولدين بدي لكن يعني كل دول الطفل يقدر يتغلب على تعب التنفس بيروح مع الوقت ضعف المناعة ممكن قوي لكن الاعاقات احنا بنعرضوا لمضاعفات مزيم ممكن تلافيها لو اتخذنا الخدمة صح والام عارفت تعمل ايه يعني حاجة من اللي احنا بندعو لها ومنبارح كنا متحمسين لها جدا حاجة اسمها رعاية الام الكانجر انت عارفه حيواني الكانجر الكانجر او ده لما بيولد البيبي بتاعه بينطه يدخل في الجيب في الجيب او ويفضل قاد في الجيب يردع هو السدر بتاع الامهات بتاعهم كلها موجودة جوا الجيب ده ده يردع اللبن لغاية ماهي قوى جسمه ويفضل يوصل لربع وزنه وهو كبير يطلع بره فالعالم كله اخذ الحكاية دي ولقوا انه لو الام حتى تبنها على الجلد كده بيسموها الام الكانجر ده اللي انا بالزبط كده اللي بيسموها الام الكانجر ده بيقلل خمسين في المية من موافيات واعقات حديث الولاد خمسين في المية الحركة الحركة دي والله العزيم ده بالابحاث معقولة عالميا يعني انا كنت بشتغل في مستشفى في انجلترا وبعد ما في الفترة اللي فاتت دي روحت ازورهم لقيتهم شالوا الحيطان كلها والحضانة محتوطة وجنبها اتنين فتاين ابو والام قاعدين معظم الوقت حطت على الام ابنها على الجلد على الجلد وبتتردعوا وده بيخليهم ياخدوا مضادات حيوية لفترات قصيرة جدا بردقيت تفسير العلمي تفسيرها العلمي دي حاجة غريبة جدا جميلة جدا اكتر حاجة بتستهلك طاقة الطفل المبتسر دي انه يدفي نفسه لانه حجمه ما فيهوش دهون فمساحة الجلد بتاعته اكبر كتير من وزنه فهو بيحتاج طاقة كبيرة جدا عشان يدفع ولو برد بيموت فالحكاية دي بتخليه ياخد دفع كله من جسمه ام فما بيتطلعش كالوريز انه هو يدفع وعشان كده يعني احنا كنا عاملين لو شوفي دفلي لرعاية الام الكنجر وعملنا موديلات كتيرة جدا لكل انواع الامهات حتى المنقبة حتى اللي اللابسة الجينز وبادي كله ممكن يشيلوا البي كده فاول حاجة انها بتوفر الطاقة وانما توفر الطاقة ده بياخده ينمو فبيكبر اسرع بياخد السعرات الحرارية دي بدل ما يدفي نفسه بينمو احنا كنا بنفسرها انها حب انه اللي انت لما تدي مشاعر وطاقة حب لابنك هو بيبقى طفل صحيح وسليم جدا الحب ده بقى بيترجم كيمويا ان بتطلع مادة في دم البيبي والام اسمها اوكسيتوسين اللي هو باسمه هرمون السعادة الاكسيتوسين ده ربنا عمله علشان يزود كمية اللبن للام ويخلي نفسياتها مريحة فما يجلاش اكتئب ما بعد الولادة وفي البيبي يشتغل على الجهاز العصبي بتاعه وهقولك بقى من اول الرسل الرجلين بيزود البيبي نام النوم الهادي وبالتالي مخه ينمو اكتر فزكاءه بيبقى اعلى وحالته النفسية بتاعه مستقرة اكتر ما بيبقاش عنده امراض نفسية لما يكبر بتيجي على القلب بتزبط دقات القلب بتزبط التنفس بتيجي على الجهاز الهضمي بتزبط حركة الامعاء وبتخلي الهضم احسن شو في كل ده سبحان الله بتقلل القلم بترفع المناعة بتخلي الطفل لما ينام ما يقفش نفسه لانه بيتخاف من الاطفال دول انهم لسه بدري لسه المراكز التنفسية بتاعتهم ما اتكونتش فبنخاف عليهم لما ينام ونهم عميق ممكن النفس يقف فاللي بيحصل ايه الام كل ما تتنفس بتنبيه ويتنفس بسدرها بيطلع ويدخل بيطلع ويدخل احنا حتى لما بنحب نقول الاطفال دول عندهم حاجة اسمها منبه للنفس اللي هي ايه ونحطوا تحتهم زي بتاع بتاع الدقط الكف بتاع الدقط ونحطوا تحتهم فينفخ ويعمل فيقعد ينبه ويتنفس فهي الام بتعمل كده الى جانب الحاجة العظيمة بقى انه لو كمية لبن الام عالية جدا لما بتكون بتعمل الرعاية دي تستمر المدة اطول وبالتالي هي كمان بتستفيد سرطان الثادي بيقل سرطان الرحم بيقل سرطان المهبل بيقل اكتئامة بعد الولادة بيقل فهي معادلة لذيذة جدا كله بالحضن ده الكانجرو ده لقوا ان مادة كيموية اسمها الكورتيزون ديذة مفروض اي حد عنده استرس فينا كبن قدمين بيطلع الكورتيزون ده عالي جدا ولقوا في الاطفال انه بيقلل نمو خلايا المخ والوصلات اللي ما بين الخلايا وبعضها الطفل اللي عنده الهرمون بتاع الاكستوسين ده اللي هو هرمون السعادة بيقل جدا 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 عنه الكورتيزون ولما اسوه في الدم القوتي جدا في الاطفال اللي عاملين حضن دافي وبيتكلل مخهم بيعنموا اكتر ده في كل الاطفال والاكتر في الاطفال اللي هم المبتسرين العالم ابتدها اول للمبتسرين ده كلام ده امتا بقى سنة 78 تخيلي بقى 40 سنة واحنا ما عملناش ده عندنا معقولة يعني وليه علشان الناس اهي الدنيا ماشى وخلاص بس دي دي فكرة عبقرية جدا اه انا بصراحة مستمتع قوي اه تخلي بقى تخيلي احنا جبنا الامهات اللي هم اطبقوا الحكاية دي ولادهم من الوقت ستة وسبعة سنين ماذا المفروض يحصل لحد وقت قدقين تلت شهور اول تلت شهور اه بس هو اول تلت شهور الطفل نفسه بيبتدي يتغير عايز يتفرج على قدقين عايز يجيب رجله ويتفرج عليها ديسكوفري بقى يبتدي يكتشف نفسه الاول عايز يقلبه فعايز يحس انه حر فهو هي حاول تحط وهيزقها وعايز يقوم بقى خلاص يبيني بقى عايز يشوف الدنيا دي شكلائي ايه لكي التلت شهور الاولانيين هو بيأكل وينام اه فاحنا كل ما نقمانه وكده ونخليه لقى انه لسه خارج من بيئة مختلفة كمان يعني انه هو خلاص طول الوقت هو في بطن مامته او في داخل الرحم فهو بروتكتد والرزي محمي بروتكتد وبعدين بتعود على حاجات معينة ريحة الست دي هو عارفها كويس قوي ايه دقات قلبها والرزم بتاعه هو عارفها كويس قويس صوتها بتعود عليه جدا وبيسمع على فكرة جوا بيختزن الزاكرة بتاعته انه بيحفظ الست دي بيحفظ الاصوات يعني يعرف طبعا يعرف الام والاب يعرف الام والاب والزيس الوريبين طبعا جدا انت حتى عشان احنا كده كنا عاملين اغنيا بارح بنقولها تحسس على بطنها لان لما بيتحسس على بطنها هزت الميا اللي حواليه على جسمه كأنها بتطبطب عليه فهي بتنقل هدهدى يعني هدهدى بالزبط كده دقات القلب هم بيناموا على المونوتونس فادي بتخليه هادي خالص وميا حواليه والاكله بيروح لعربعة وعشرين ساعة يعني راجل مستعزان راجل عزيز نرجع بطنها ومطرها انا بس عايزة لسأل حضارك هل المستشفيات في مصر مؤهلة ومجهزة لعلاج او لرعاية الاطفال المبتسرين اه طبعا في طفل حصلة يعني في حضارات كفاية في كذا بس مطالبنا من الحضارات ما بتخلص حضارتك بتسمعي كل يوم على امه واب شالين البيبي بتاعهم بدورة على حضارة بالرغم في عدد حضارات كبير جدا في القاس وفي عدد حضارات كبير جدا في وزارة الصحة بس بس مؤهلة بس نسمع على حوادث بتخوف شوية يعني اللي الكهربط وتقطع طبعا واللي ما فيش يعني زي صيانة للحاجات دي الكلام ده كله اه معشان كده احنا قلنا الحملة دي هيبقالها الشقة التاني اللي هو تدريب الأطباء والتمريد على تيفية رعاية الطفل المبتسر وندخل رعاية الحضن الدافي في الحضارات كلها احنا طبعا تحت رعاية وزارة الصحة فامبرح كان فيه حد مسؤول الحضارات معانا في الحملة واتفقنا ان احنا نقعد ونعمل برنامج ازاي نبتدي ندخل حكاية التدريب دي في المستشفات بتاعت الصحة نعملناها في الخاص السنتين اللي فاتوا وعملنا طلع عندنا نتائج هيلة يعني مثلا قللنا وفريات حديث الولادة 25% بس بمجرد تطبيق الحضن الدافي اه خرجنا الطفل بدري بيخرج كيلو و300 كيلو و400 دورة الحضانة زادت عدد الدخول بقى احسن لانه البيبيا ما بيعودش كتير تكاليف الخدمة بالشهر قلت فالتجربة كانت ناجحة جدا خلتنا نقول طب نحاول بقى ان احنا نعملها في الحكومة فاحنا اول حاجة بنعمل وعي تاني حاجة بنعمل تدريب للأطباء والتمريد ونبتدي نركز على الحضن الدافي وتالت نقطة هنعمل عملنا مبرح اقتلاف حقوق الطفل المبتسر علشان مجموعة من الدكاترة والمجتمع المدني يدعموا أم الطفل المبتسر فلو يتولد عندها طفل بيحتاج أدوية بيحتاج أجهزة بيحتاج دعم نفسي مدي ونفسي الغير قادرين ورفع وعي يعني نعلمها طب انت تتعاملي مع ابنك ازاي المنظومة تلاقية الثلاثية الأضلع دي بإذن الله ربنا يسعدنا نحن نقدر نغير شوية أنا استمتعت جدا 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 الحقيقة بالمعلومات الحريك قلتها وبعضها معلومات مفاجأة بالنسبالي ويعني أتمنى لكل الستات يكونوا سامعوا الدكتور وعرفوا هذه المعلومات لأنها فعلا معلومات قيمة جدا وهتحمي بقى الأم وهتحمي الأطفال بعد كده نحن عايزين أم صحيحة وأطفال أصحاء وشباب بيبني البلد دي بجد أشكر هارك جدا دكتور عبلا الألفي أستاذة طب الأطفال وحديث الولادة نهارك سعيدة موسينا هارك سعيد حبي فقراتنا متواصلة مع حضراتكم راجعين بس بعد الفاص